ودروقات مشاهدين معادنا مع موجز لأهم الأنباء موجز التاسعة الفضلية مننا شكرا أحمد التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي مع الجزائر على شط الأصعيدة من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية حيث ثمن الرئيس السيسي المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين من جانبه نقل الوزير لعمامرة إلى الرئيس السيسي رسالة خطية من الرئيس الجزائرية عبد المجيد تابون تضمنت اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي وأوضح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن اللقاء تناول مستجدات الوضع في ليبيا الشقيقة حيث تم التوافق حول أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية خاصة العسكرية والأمنية تعزيزا للجهود الدولية لإنهاء تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية أكد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الراسخ من دعم أمن واستقرار الإمارات جاء ذلك خلال اتصال الهاتفين مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد النهيان وتنور الاتصال الإطمئنان حول ما تردد عن انفجار ثلاث سهاريج نقل محروقات بيترولية ووقوع حريق قرب مطار أبوظبي الدولي مما أصفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين كما شدد شكري على متابعة ما نقل عن قوات الحوثي بشأن تنفيذ عملية نوعية في العمق الإماراتي مؤكدا على إدانة مصر لأي عمل تنفذه قوات الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنها ودعمها لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل يستهدفها أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج ألف ومئة متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه من رعاية الطبية تلازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 334.629 حالة وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي تسجيل 1232 حالة جديدة تبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته مشيرة إلى وفاة 31 حالة جديدة أعلنت أستراليا تسجيل 74 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أكبر حصيلة يوميا للوفيات منذ بدء الجائحة هذا وتسبب انتشار السلالة أوميكرون سريعة العدوى في رفع معدلات نقل المصابين للمستشفيات إلى مستويات قياسية حتى مع تراجع الإصابات اليومية وقالت السلطات الأسترالية أن الشباب غير المطاعمين يشكلون عددا كبيرا من الحالات التي دخلت المستشفيات في هذا البلاد هذا وسجلت أستراليا نحو مليون وستمائة ألف إصابة منذ بدء الجائحة منها مليون وثلاثمائة ألف في الإسبوعين الماضيين وبلغ إجمالي الوفيات ألفين وسبعمائة وسبعة وخمسين وفع أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل مائتين وثمانية وثلاثين ألفا وثمانية عشر حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى سبعة وثلاثين مليون وستمائة وعشرين ألف حالة وأضافت الوزارة في بيانها اليومي أنها سجلت تلاثمائة وعشر وفيات جديدة في البلاد مما يرفع إجمالي الوفيات إلى أربعمائة وستة وثمانين ألفا وسبعمائة وإحدى وستين حالة نهاية مجاز التاسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعض الفاصل